السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الغد أيضا ستبقى الأجواء مشمسة وهذا على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية عدب الجنوب الغربي ستشهد بعد الصحب السفلة احتمال لأمطار ضعيفة جدا ومحلية أجواء بغشة جزئية تميز المناطق الشمالية الغربية بدون فعليا نفس الأجواء بشمال الصحراء كما ستنشط بعد الزواب الرملية المحلية بصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم تتراح من بين الدرجة الصفر إلى ثلاث درجات بالمناطق الداخلية في حدود تسع درجات بسواحل الوسطى وكذلك الشرقية سبعة بوهران بيديزي وزو نفس المقية جنوبا ببشار بيديزي وتمن راسي درجة بغردايا بيسكرال لغاية ورقلا درجتين فقط بجنة وترتفع إلى ثلاثة عشر درجات بصحراء الوسطى وأقصى الجنوب أما فيما يخص الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد بحول الله ستقرب 22 درجة بالعاصمة بيسكيك داع نابا وتنبسان 21 درجة بوهران 20 درجة بتزي وزو ما بين 14 إلى 18 درجة بالمناطق الداخلية 17 بغردايا بالمغير الواد ورقلا 16 درجة ببشار 20 درجة بيديزي بتمن راس جانات وتندوف ترتفع إلى 24 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب أما البحر سيكون جميل على العموم على كافة المناطق الساحلية مع رياح ضعيفة تماما بالنسبة للقارة آسيا يوم الغد بحول الله أجواء مشمسة بتوكيو مع 13 درجة نفس الأجواء تقريبا ببيكين مع 4 درجة أجواء مشمسة أيضا بداكا 26 درجة بونكوك أجواء مشمسة مع 29 درجة كذلك بيكولومبو أجواء مشمسة مع 31 درجة بينما ضباب كتيف بنيو دالهي 19 درجة بعد الأمطار نحو منيلا مع 31 درجة نفس الحرارة بسنغافورة مع أجواء غائمة وأخيرا أمطار رعدية ستخص جاكرتا ب28 درجة مئوية وقت شروق الشمس صباحة الغد للفتح من شهر جنبي سيكون بحول الله في حدود الساعة السابعة صباحا و59 دقيقة والغروب على الخمسة مسانواتا وأربعون دقيقة مشاهدين أشكركم على حس المتابعة عام سعيد للجميع وإلى اللقاء